أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديثها الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء نقرأ أداء الولات تحت مجهر رئيس تبون الحكومة والات وجها لوجه في اجتماع بقصر الأمم اليوم حيث ينعقد لقاء الحكومة مع الولات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم بقصر الأمم بناديا سنوبر بالعاصمة في رابع اجتماع يشرف عليه على افتتاحه الرئيس تبون بعد قرابة خمسة أشهر من اللقاء الأخير المنظم شهر سبتمبر الماضي حيث حارص خلاله على تجسيد برامج الحكومة لصالح الفئات الهشة في المجتمع ويندرج هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية تحت شعار التنمية المحلية تقييم وأفاق في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاثة الماضية في مجالية التنمية المحلية ويتعلق الأمر بمعاينة مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وعرض حصيلة الإجراءات المتخذة وأثارها على تحسين الظروف المعيشية للمواطن وعلى الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية من خلال خارطة طريق شاملة ومتناسقة وذلك في إطار رؤية استشرافية جريدة المغرب الأوسط عنونت في هذا المقال نحو تعزيز التعاون الجزائري الإيطالي رئيسة وزراء إيطاليا تزور الجزائر الأحد القادم حيث أكد سفير الجزائر بروما عبد الكريم الطوهرية مجددا أهمية تعزيز محور التعاون الجزائري الإيطالي على الصعيدين السياسي والاقتصادي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معتبرا أن الزيارة المقبلة لرئيسة مجلسة الوزراء الإيطالي في الجزائر ستساهم أكثر في تعزيز مصار بناء شراكة استراتيجية حقيقية عشية زيارة الصداقة والعمل لرئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى الجزائر الأحد والاثنين القادمين أجرى السفير الجزائري محادثات على التوالي مع وزير الداخلية ماثيو بيادونديس ومحافظ روما برونو فراتسي حيث تطرق معهما إلى واقع التعاون الثنائي لسيما الملفات التي يمكن مناقشتها خلال هذه الزيارة إلى جريدة أخبار اليوم التي عنوانت 2.6 مليون مستفيد من الزيادات في منحة التقاعد بداية من مارس القادم وبأثر رجعي حيث كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبداللي أن أزيد من 2.6 مليون مستفيد من منح ومعاشات التقاعد التي يسيرها الصندوق معنيون بقرار رئيسي الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق برفع هذه المنح والمعاشات مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيث التنفيذ في مارس القادم بأثر رجعي بداية من جونفي 2023 وأكد السيد عبداللي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يقول المقال أن ما يفوق مليوني وستمائة ألف مستفيد من المنح والمعاشات التي يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد معنيون برفع الحد الأدنى لهذه المنح والمعاشات وذلك بأثر مالي قدره 130 مليار دينار جزائري إلى جريدة أخبار الوطن التي عنونت تهيئة الفنادق مفتاح إنعاش السياحة والجزائر توقع اتفاقية مع القطريين لتهيئة وتحسين خدمات 73 فندقا وبعد إقدامها على عدة إجراءات جديدة يقول المقال لتشجيع السياحة الداخلية واستقدام السياح الأجانب اخترت الجزائر الشراكة مع دولة قطر ووقعت معها اتفاقية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين في مجال تطوير وتسيير وحدات فندقية تابعة لمجمع فندق والبالغ عددها 73 فندقا على المستوى الوطني ويشهد قطاع السياحة في الجزائر اهتماما كبيرا على غير العادة يقول المقال خاصة بعد أن تبنت الجزائر تنظيم عدة محافل دولية ورياضية على غيرار تنظيمها ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران فعالية الدورة الحدية والثلاثين للقمة العربية بالجزائر العاصمة والآن تحتضن كأس أمم إفريقيا للمحليين شان 2022 وبالموازات مع استحداث المجلس الأعلى للسياحة كما قدمت الجزائر أيضا تسهيلات كبيرة لسياح بالمناطق الصحراوية كل هذه الإجراءات ستسهم في إحداث قفزة نوعية تجعل السياحة من بين أهم الروافد الاقتصادية البديلة للمحروقات إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن حيث ترأس أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد العالي للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن وحسب بيان رئاسة الجمهورية الاجتماع خصصة لتقييم الوضع العام في البلاد مقال آخر على موقع النهار أونلاين يقول شروط جديدة لممارسة الإضراب والتصويت السري لإثبات الشرعية حيث سيكون لزاما على المنظمات النقابية الراغبة في شن إضرابات اللجوء إلى التصويت السري بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة مع تثبيت ذلك بحضور محضر قانوني وممثل الجهة المستخدمة علما أن أيام الإضراب لا يقابلها تقاضي الأجر وممارسته تتم وفق الشروط التي يحددها هذا المشروع الذي تحصلت النهار أونلاين على نسخة منه يقول المقال والتي يجب أن تكون متطابقة مع متطلبات المؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية بمجرد استنفاذ وسائل تسوية النزاع الاتفاقية أو القانونية حيث يعد الإضراب غير قانونيا إذا كان يهدف إلى تلبية مطالب سياسية أو يمارس لمدة غير محددة أو يكون مفاجئ أو منقطع أو تضامني أو له غرض أجنبي غير المصلحة المهنية للعمال موقع الشعب أونلاين عنوان تذبذب في رحلات الجوية الجزائرية من وإلى فرنسا هذا الخميس حيث تترقب الخطوط الجوية الجزائرية تذبذبا في الرحلات الجوية من وإلى فرنسا اليوم الخميس بسبب إشعار بالإضراب المعلن عنه من طرف مختلف النقابات العمالية في فرنسا حسب ما أفاد به بيان للشركة وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يقول المقال أكد المكلف بالإعلام لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندالوسي أنه قصد تقليص تأثير هذا الظرف على البرنامج الميداني للرحلات اليوم الخميس أنه سيتم العمل على تجميع المسافرين بمطار الجزائر ونقلهم على متن طائرات ذات طاقة استعابية كبيرة مشيرا أنه سيتم إلغاء رحلة واحدة هي رحلة بيجايا باريس وعليه أكد أن المسافرين على متن رحلة بيجايا باريس التي تم إلغاؤها سيتم جلبهم من مطار بيجايا إلى مطار الجزائر لتمكينهم من الالتحاق بفرنسا موقع الخبر أونلاين عنوانة تعزيز الأسطول البحري بسفينتين وكراء باخرة حيث أكد المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين واحد لكح العياط أن المؤسسة وضعت مخطط عمل يرمي لتحسين المردودية بالإضافة إلى إمضاء اتفاقية إطار للشروع في عملية الرقمنة التي ستمس بصفة أولية منصة حجز التذاكر كما كشف أمس الأربعاء لكح العياط في جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني عن قرار الدولة الخاص باقتناء سفينتين جديدتين وكراء باخرة من أجل تعزيز الأسطول وتلبية الطلب المتزايد إلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع القدس العربي الذي عنونا شهدان برصاص الاحتلال خلال العدواني المتواصل على مدينة جينين ومخيمها حيث أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينة فجاء اليوم الخميس عن استجهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مدينة جينين ومخيمها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية والشهدان هما جواد فريد وحسين بوقانة والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين وكلهما من مخيم جينين وقالت مصادر أمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم ما أدى إلى استشهاد المواطنين وإصابة عدد آخر وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى مخيم جينين لإسعاف المصابين إلى موقع سبوتنيك عربي الذي عنونا الأمم المتحدة تحث أطراف صفقة الحبوب على إزالة العقبات حيث قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة دعت جميع الأطراف للمساعدة في تخفيف طراكم شحنات صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وقال حق خلال إفادة إعلامية تحت الأمم المتحدة جميع الأطراف على العمل لإزالة العقبات التي تحول دون تقليص طراكم الشحنات وتحسين الكفاءات التشغيلية داخل مركز التنسيق المشترك وأضاف أن الأمم المتحدة دفعت لزيادة عمليات التفتيش لتأكد من أن السفن لن تنتظر طويلا ووفقا للأمم المتحدة هناك حاليا 32 سفينة تنتظر التفتيش في البحر المتوسط فيما ينفذ فريق مركز التنسيق المشترك عمليات التفتيش بمعدل 5.3 عملية يوميا موقع البي بي سي عربي عنونا زيلينسكي يقول أن مأساة تحطم مروحية وزير الداخلية ومساعديه هي إحدى نتائج الحرب حيث قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في أول تصريح له بعد مقتلي 14 شخصا في حادث تحطم مروحية في العاصمة كييف أنه لا توجد حوادث في زمن الحرب ولم تتهم أوكرانيا الجانب الروسي بالمسؤولية عن الحادث لكن زيلينسكي أخبر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن المأساة كانت إحدى نتائج الحرب وأصفر تحطم مروحية عن مقتل ثلاث شخصيات رئيسية في وزارة الداخلية الأوكرانية وهي وزير الداخلية دينيس مونتاركي ومساعده الأول ييفين بينين والمسؤول في وزارة الداخلية يوري لوبوكوفيتش إلى موقع الشرق للأخبار عنوانا شيجينبينغ يحذر من تفشي كورونا في أريافي الصين حيث أعرب الرئيس الصيني شيجينبينغ عن قلقه من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية من البلاد وفق ما أفادت به وسائل إعلام حكومية مع توقع انتقال ملايين الأشخاص إلى قراهم قبل بدء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة ودفع شيجينبينغ عن سياسته صفر كوفيد التي تخلت عنها الصين الشهر الماضي بسبب الأضرار التي لاحقت بالاقتصاد والاحتجاجات غير المسبوقة التي أثرتها على مستوى البلاد قائلا أنها كانت الخيار الصحيح وأعرب لمسؤولين محليين في سلسلة مكالمات يوم الأربعاء قبل عطلة رأس السنة الصينية عن قلقه بشأن الوضع الصحي في المناطق النائية ختاما بموقع الحرة الذي عنونا الحرب على التضخم الاقتصادي ستكون طويلة حيث أفاد تحليل نشرته مجلة فورين آفيرس أن الحرب على التضخم ستكون طويلة إذ لا يتوقع أن تنخفض الأسعار أو تستقر على المدى القريب ويشير التحليل إلى أن أرقام التضخم في الولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الصحيح ولكنها تظل أعلى من المستوى المستهدف عند 2% ويتوقع التحليل أن مزيدا من الألم يلوح في الأفق خاصة لأسواق المال والأسهم الذين حتى الآن لا يزالون يتعاملون بإنكار من مع الواقع الاقتصادي وينظرون لتصريحات رئيس الاحتياطية الفيدرالي جيروم باول بتفاؤل ويكشف التحليل أيضا يقول المقال أن موجات التضخم التي يشهدها العالم حاليا تشترك في بعض العوامل مع ما حصل سابقا إذ يوجد عجز مالي كبير مدفوع بالإنفاق ووجود حروب دولية وارتفاع في أسعار النفط بهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم